استرجاع عافية وفما ديري بوست وفما معانتها هجمات وزير الدفاع الإسرائيلي قال دمرنا استلاف صاروخ من قوات حزب الله وقاعدين نشوفوا في الصورات التوى التطلق وهذا يطرح أكثر من سؤال رمزية ضرب حيفة اليوم اللي نحب نرجع له هذية حيفة هذية ثالث المدن تعال الكيان الأكبر معانتها من حيث التعداد السكني من المدن الكبيرة سميوها مدينة المساج دول كناس المدينة هذية عندها أهمية اقتصادية فيها ميناء حيفة وعندها أسطول بحري وفيها زادة منشآت عسكرية وصناعية عسكرية وكذا تبعد 158 كيلو متر على القدس شنو الأهمية والرمزية انتاحة بالنسبة لنين نحن المسلمين المدينة هذية فتحت من الخليفة الثاني عمر بن الخطاب على يد عمر بن العاس في السنة 13 هجري وبعد اخداها الصليبيين في 499 هجري وعاود استرجاحها صلاح الدين الأيوبي معانتها المدينة هذية تمثل رمز للصراع العربي الإسلامي والقواء معانتها والديانات الأخرى والحرب الصاليبية والحرب اليهودية والمسيحيين شاسمهم لسيونيست عندها رمزية ويجاوب حزب الله تأوه ويقصف مدينة حيفا معانتها فم برشة نقاط استفهام على الصدق ومصدقية هالكيان هذي والديكلاراسيون ودمرنا وعملنا وانا شفت قبليك نتنياهو استفزاز اقتلنا حسن نصر الله وخليفته وخليفة خليفته نحنا قلنا له يا ولدي راهو مخموش كيفك إذا كان هما يعبدوا في العباد وفي رئيس الوزران تاحهم ويهدرهم هذو ما العقيدة تاحهم الله الحق معانتها هذي هذي العقيدة تاحهم ويخدموا يستوشد حسن نصر الله بيش يجي واحد آخر يستوشد واحد آخر بيش يجي واحد آخر بيش تخط وكان جاءو اغتيال القيادات كيما قال أبو عبيد البارح قال كان جاء اغتيال القيادات بيش يوقف المقاومة راه وقفت عندها سنية من اللي اغتالوا الشهيد عز دين القسام محكو ليه دونك هذي الجواب بتاع حزب الله بيقصف حيفا جواب مهم ياسر والعباد اللي تقرروا في السياسة وفي الحربات يعرفوا هالكيان هذي مضطرب بالنسبة للامريكية هوا بدينا نشوفوا عادة في طبول الحرب تقرع أنا فكرتني في حرب العراق كي قالوا نظام صدام حسين عنده الأسلحة البيولوجية والأسلحة الكيميورية ودرشون وفرمت بور جوستفيه وفي الأخر دخلوا للعراق من غير اوتوريزاسيون مونديال قاتل فرنسا وقت اخذت موقف وروسيا اخذت موقف كذا توا هوا بدينا مدير السياسة يقول إيران تنجم تعمل القنبلة النوية في ظرف جمعة معانت عليش توا في ظرف أسبوع في ظرف أسبوع ولا أكثر شوية معانت بدينا في كل مكينة بش أنجوستفي معانت نبرر تبرير القصف الإسرائيلي هي حرب مفتوحة وكيما قال الدكتور رافع عندهم شاك على بيض معانت يضرب في لبنان يضرب في فلسطين يضرب في سوريا يضرب في العراق في اليمن وديما ديما شنو الموتيف سماح شنو الموتيف ديما ديما التبرير شنو الدفاع عن النفس والأخرين الأخرين اللي منعش يحسبوهم أعبادوا الله وقالوه ما دام شل حق لاسمع مش قالوا ما دخلوا الغزة قالوا حيونات هذو ما ما خنتفكروا على الحساب أكثر من هك واضح دكتور السيد العميد التوفيق ديدي الهناي هيت بش نعاودوا نفسروا على خطر تصريح